اشتركوا في القناة على مدار ثلاثة أيام مضت نظم معهد الدراسة القضائية ورشة عمل لتدريب المدربين على مختلف المجالات العدلية والجنائية شارك فيها أعضاء اللجان الستة الخبراء في مجالات العدالة الجنائية التي شكلها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مؤخرا تمهيدا لإطلاق فرق الخبراء المتخصص في المجالات المعنية بتطوير منظومة العدالة القضائية وإنفاذ القانون نحن سعداء بأن يكون هناك نشاط لخبراء العدالة الجنائية في عدة مجالات أساسية في العدالة الجنائية في مملكة البحرين سواء كنا نتكلم عن غسل أموال، مكافحة الإرهاب، نتكلم عن العنف، نتكلم عن ضحايا، نتكلم عن التجارف البشر خبراء في ستة تخصصات أساسية يجمعهم هذا المكان بحكم خبرتهم الشخصية واللطيف في الأمر أنهم حقيقة يمثلون حتى سلطات الثلاث في هذه الدولة فهناك من السلطة التشيعية، هناك طبعا من السلطة القضائية سواء كانوا أسداء قضاء أو أعضاء نياب العامة وكذلك من الحكومة في جهات مختلفة من الأكاديمية أو من الأكاديميين الغرض من وجودهم في هذا المكان هو أن يكون هناك قاعدة خبرة وطنية موجودة في هذه التخصصات يستطاع البناء عليها هذه اللجان التي سيكون عملها متابعة الجهود الدولية والإقليمية في مجال البحث والتدريب والمساهمة في وضع خطة لتنفيذ البحوث والدراسة القانونية المتخصصة التي يقوم بها المعهد وتحليل احتياجات التدريب اللازمة للارتقاء بقدرات مؤسسات إنفاذ العدالة الجنائية المعنية بالإضافة إلى العديد من المهام التي تهدف إلى تحقيق الهدف المنشود بإذن الله لأول مرة في المملكة فريق الخبراء الوطني المتخصص في كافة المجالات المعنية بتطوير منظومة العدالة الجنائية وإنفاذ القانون في مملكة البحرين تنفيذا للتوجهات السامية للجلالة الملك الذي طلب من مكتب الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة أن يدخل في شراكة مع المؤسسات المعنية بالعدالة الجنائية وإنفاذ القانون بالمملكة ليس فقط لتطوير المنظومة وفقا لمعايير الأمم المتحدة ومبادئها التوجيهية في العدالة الجنائية وإنفاذ القانون ولكن أيضا لتدريب المدربين وتكوين فريق من الخبراء الوطنيين المتخصصين القانونية في هذه المبادرة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بيسعى إلى بناء ما يثم بالثينك تانك أو مجموعة الخبراء في مجالات العدالة الجنائية في مملكة البحرين في هذا الإطار تقرر من سنة ونصف أن اخترنا ست موضوعات أساسية تكون محل لهذه اللجان فإننا نشكل لها لجان بناء على نصيحة من الهيئات القضائية والحقوقية في مملكة البحرين بنجمع فيها الخبرات البطنية البحرينية لكي نستفيد منها ولكي نفيدها بشراكة مع الأمم المتحدة في أننا نستطيع أن ننقل الخبرات الدولية إلى المجتمع المحلي وأيضا ننقل خبرة مملكة البحرين إلى دول المنطقة في هذا الخصوص والنهاردة إطلاق الفعالية الأولى كان عندنا برنامج منذ ثلاث أيام لتدريب المدربين والخبراء النهاردة كانت نهاية المرحلة الأولى منه هو على أربع مراحل تنتهي في إبريل 2018 هذه اللجان ضمت عددا من الخبراء في مجال العدلة الجنائية من شخصيات عدلية وقضائية وتشريعية وحقوقية وأكاديمية وجهات إنفاذ القانون خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين